السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بنتي إمن عندي واحد مشكلة عيثي عندي بنتي رجلي بغيت لقني لا يلا يلا الله كان عيث لي كان حضره هو كد قلهمه كان قلهمه مبكزي يعني هي لا حول ولا قوة الا بالله عيث لي هادس باش باش نتسول فيها وجوا مني والد والد والده قال يامي كينه شوية كينه اهدا لا اله الا الله حيث عندي الهات لاني عندي جلسة ديالطلق هو قال يامي شاحت الفلوس ديالطلق وعندي بنيت عندها عام مثل تشتر عيث لا حول ولا قوة الا بالله كان يقول بنتي كتقول بابا هو قلو كان نصلي غير باش بنته تدر مع والو لا حول ولا قوة الا بالله الله يفرج عليك بنتي ايمان امين امين لا حول ولا قوة الا بالله الله يفرج عليك بنتي ايمان قلوبنا معك قلوبنا معك بنت وخابنت بإذن الله وخابنت لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله للأسف الشديد الضهرة للخصام ثم الوصول إلى الطلاق كتورة أنا عن نفسي هذا الأسبوع تقريبا قضيته جله قضيته في المحكمة الابتدائية بالضار البيضاء حالة مثل هؤلاء كتدخل من أجل الصلح كنمشي على واحد الكوبل فإذا بي كلقى المحكمة ممتلئة بالناس فكي طلبك هددخل معه هددخل معه هددت مشي معه فكلقى العجب العجب وكلقى كوارد تقع الطلاق أيها الأحباب الكرام ليس بالأمر الهيئ إنه أبغض الحلال عند الله الطلاق للأسف من اللي كان قلسوا مع دوك الناس من أجل الإصلاح لأن القاضي مشغول القاضية عنده 300 قضية أخصي دووز الجلسة في دقائق معدودات وكيسمع الطرفين الاثنين وبسرعة أخصي دووز لأن الوقت عنده ضيق والاكتضاد فكيطلب من ناس آخرين يدخلوا فبعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها للأسف كيلي كيجيب واحد الحكم هو كيغرق هو كيزيد يزيدش على العافية أو لكيجيب واحد الحكم من أهله مسكين ما عرفوا ولوها كيولك والله يستغنى آآ مسكين جابوا هكذا خاص الحكم يكون قوي ويكون كيحك بش يقدر يجمع الشمل ويتفيل غضب للأسف شديد كتلقى بأن مجمل الأسباب هي مج أسباب نفسية يعني كتلقى العائلة مستورة ماديا الحمد لله عندهم رزقهم دارهم طبو بلاديهم وواكلين شاربين أشخاصكم النفس البشرية كتلقى العناد كتلقى لك طرف عنده العناد وطرف الآخر عنده الكبرية غالي ما كتلقى الراجل عنده الكبرية أنا الراجل أنا كلمتي ما تطيحش الأرض والمرأة عندها حرق آخر اسمه العناد كتقول لي إنه حكسنا كلامي هو اللي تمشى وفي الغالب كتلقى بأن المشاكل ما كتكونش بين المرأة والراجل في الغالب الرماه والراجل أراهم دغيك يتصالحوا المشكل هو في الأوساط المتداخلة معهم يعني العائلتين إما عائلة الزوج وإما عائلة الزوجة أحد الأطراف ديالهم إما أخوه اللي كيبغي يحكم أو أخته اللي كتبغي تحكم واحد من هذا الطرف واحد من هذا الطرف وكل واحد كيجرب الجهته وما كيرتاحوش حتى كي يدمروش من هذه العائلة وحتى واحد مرابح يعني صفقة خاسر خاسر وأكبر الخاسر هم الأولاد الأولاد أيها الأحباب والكيرام كنذكر هذي واحد سنتين كنا في واحد الملجأ ديال الأطفال مش ملجأ هو إنه ماذا كيتسمى الحبس ديال الأطفال ديال الأطفال ديالين جرائم الإصلاحية وتلقيت مع واحد شباب ولدت زوينين 13 عام 12 عام ديالين شي مصائب كبيرة وكتشوف أشنو الأسباب اللي عندهم كتلقى الأسباب هو أنهم ضحي الطلاق الأم والأب طلاق هو أحد اللي جرحني كتير وحد شاب مسكين شوف الميلف دياله كتلقى بأنه ميتلي يعني أغمو سكسيال وكيبان رجول لأن ذاك اللي عنده هذه الحالة كتعرفه غير من الكلام دياله والحركات والسكنات هذا كيبان فيه رجولة قلت لي يا بني علش تبعتي هالطرق هدي قال لي يا ميوب بادي ما مضاربين بعضيتهم وبايت نحرق قلبهم فمشي الدرتاتشي هذا باش نحرق قلبه باحتو ما مدهوهش فيها أنا مديتهش فيهم هاتشي كتير في المجتمع والأخطر كتير مراك إنك مشوا لبعض المدارس وكلقوا الشي واليدات اللي عندهم ضعف الدراسة وحد المدرسة قتلي هاد الوليد كان بغيو ودا با الان شو كيف شو اللي حالته اجت عنده قتلي يا أولدي ما لك هو دي ما ساكت دي ما ما كيدويش أجاب بابا أنت عمل ماك أنا ما شمع المدرسة أنا بوحدي غير واحد فقه أجي انتكلم معك أولدي قلت يتكلم حل يا قلبه قال لي يا أناك تخدق رمزيان ولكن ميوب في الدار دي ما مخاصمين دي ما منازعين اللي حفظتك تنسى عليا فقلت بالله ما نحفظ غنسة غنسة الضحية دوما هما الأولاد ره اللي تزوج خصوه شد لرد وخصوه يحمد ربي وشكره ويقنع بالقليل ويحاول يصبر ره الوصية الليك يوصو بها الرجال والنساء عند الزواج المرأة كي قلوا لها اجعل في فمك سكرة وفي أدنك جوهرة أيتها المرأة من لغة زوجي غت انتقلي من ضربك من العادة تتقلي ديركم إلى وحد العائلة أخرى عند عادتها وتقاليدها خصوه تقبلي بها تقبلي بالزوج وبالعائلة دياله غتلقى تقاليد وعادات وقيم مختلفة ندامجي معهم رهام غاربة هذو كنا مش يجيين من بيرو ولا من الالاسكا رهام غاربة ندامجي معهم وانت أيها الرجول غتجيب واحد من تلناس كانت عند بها معززة مكرهبة أربها وكبرها وقدمها لك هدية عصفورة جميلة وتظل فيها خدها بين يديك وأحضانك وتعامل معها برفق ولعائلتين خذكم تدخلوا باش تفهوا الغضب لعائلتين كتدخلوا باش تحاولوا ما أمكان تبردوا الوقت وتحاولوا نشوف الخطاء ونسكت ما نبقاش نحكر لأن هناك بعض الأخطاء ما غدتغيرش كي اللي عنده واحد العيناد قوي وخد قل لي غير نفسك ما غيرتغيرش لكن البنت كي يقولوا ليها الظهر دعليك اجعلي في فمك سكرة يعني يقول لي غيرك كلمة الحلوة وفي أدونك يجوهارا الكلمة اللي اسمعتيها ناقصة ولا عليك مش يعليك ما تدهاش فيها والرجول اللي بغير تزوج خاصه ثلاث وصايا الوصية اللي لولك يقول لي عليك بالصبري والوصية التانية يقول لي عليك بالصبري والوصية التالية عليك بالصبري والله مع الصابرين لأن الحياة معترك كتدخل فيها مجموعة دي المستجدات إليك تت ممسلحش بالصبر عشي غد يوقع لك غد يوقع لك غد تفيد بك قلبك وغد نسطل هد الباب المسنود كنت لب الله تعالى بنتي للا إيمان هدل الأم تعرف بأنها احتهية عند أولاد وانت ترقسرتي أم وأن أي طلاق وانفصال رغي يؤدي إلى تمزق دي الأسرة وغد يكون ضحية الكبره هم الأولاد وربي لا يرضى على ذلك إلي سوء من الأسباب غلقوا تافيها رغير العيناد رغير قال لي وقلت له شف فيه وشفت فيه أرفع صوته عليا أرفع إيده ما احترمنيش ما كبرش بيا هذا كلام فارغ المؤمن ما يتسمى ناشتش كله المؤمن بالخوت المؤمنين أشقل فيهم الله تعالى أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين هذا هو الصفة للمؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بنتنا رحماء بنتنا أذلة أنك نقول بنخوتي وحبابي ونسابي وأصدقائي في العمل أنا دليل أنا ما عنديش كرامة أنا اللي قالوا لي وخي نشوف الظلم أمامي مشتوش وخي نزحقي الله يربحهم وخي يقولوا أي حاجة دارة يطعنك من الخلف نقول الله يسامح قابل قتل أخوها بيل الله يسامح يا سبحان الله لما تفعل هذا السلوك في الحياة الله تعالى يفاجئك فيرفع مقامك مقاما عليا ويسخر لك أطيب وأنبل خلقه يكونون حولك ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري يا سبحان الله ملك تكون من الصابرين ربك كرمك والنبي الكريم ماذا قال قال من تواضع لله رفعه أشار بيديه الكريمة قال من تواضع لله نزال بيدة الأرض من تواضع لله رفعه وارفع الفوق ربي غادي رفعك فأسأل الله الكريم كل واحد لمفاد النزاع يحاول يجمع الشمل ديالهم ويحاول يتحب فيما بينهم فلا داعي لا داعي للصراع لا داعي لهذه المشاكل لا داعي لهذه الكترة ديالهموم هذه فرصة أيها الأحباب الكرام يكفينا مرض الكورونا يكفينا غلاء المعيشة يكفينا هذه الضغوطات التي نعيشها من هنا ومن هناك ونخلوا الأسرة ديالنا تبقى أسرة طيبة أسرة فرحة أسرة كريمة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم أسألك أن تحفظ الأزواج والزوجات أسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تجعل بينهم مودة ورحمة اللهم يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا عظيم الشام اجعل بين كل زوج وزوجة محبة ومودة أيها الأحباب الكرام وحد الوصية رأي لوقع الخصام بين الرجل مرته والراجل صبر وجاءت الصبر دياله الله تعالى يطلع من فوق سبع سماوات ويقول يا ملائكتي إن هذا الرجل قد صبر لأجلي ما يستحق مني كيقول يا ربي أنت أعلم كيقول لأعطينه أجمل نساء الحور العين في الجنة فلما يبعت غد القفي عتبة الجنة أجمل الحوريات الواحدة منهن تحمل سكا في عقد زوجية كتقولي أنا زوجتك يا ولي الله كيقول لاش كنت يا للا كتقولي أنا تزوجني الله تعالى إياك يوم قعلك نزاع واصبرتي واحتاسبتي وفي تلقاها في بعض الروايات أن المؤمن يدخل إلى الجنة يرى شجرة كبيرة فيها الرمان الرمان هو من أشجار الجنة فإذا به يقتف رمانة فتخرج من حورية جميلة كتقولي أنا كنت مخبأة هنا في كالبيض المكنون من أجلك وعلى قدر صبره على قدر عطاء الله أما المرأة المرأة الصالحة الصبورة فإنها لما تدخل الجنة وتصبر وتحتسب الله تعالى يعطيها من الذهب واللؤلؤ والمرجان ما الله بعليم تقشعر منه الأبصار كتقول يا ربي أن لكل هذه اللآلئ والمرجان والذهب والفضة كيقول جزاء صبرك لزوجك ومن تم ربنا ينزع ما في القلوب بين الأزواز والزوجات ويعيد المحبة إلى أصلها والمياه إلى مجاريها هذول لهم صبار أما اللي هما متحاب في الدنيا وكيتلقون صبار بعضيتهم وكيتحملوا بعضيتهم الله تعالى يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي لأزيدنهم نعيم في الدنيا ونعيما في الآخرة هذول اللي كيصبر هنا وكيحاول كلاهما الرجل المرأة بعضيتهم صبارين وكي يشوف العيب وكي يقول الله يسترعي وبنى ذلك مبلغه من العلم عفى الله عن مسالف والمرأة تقول نفس الكلام وكي يبقى ومتوادين متحابين وجمعين شمل وليدتهم عايشين طيبين الله تعالى كيقول لا أعطينهم خيري الدنيا والآخرة هدوم الأسياد هدوم الأسياد فكي نقول كل واحد عنده زوجة يتلى فيها واللي عنده زوج يتلى فيه واللي كنا شي عائلة نجمعه الشمل ونفعه الغضب وربي بارك في الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله